يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا كدوس يا سلام يا مؤمن يا مهائمن يا عزيز يا جفار يا متقبر يا خالق يا بار يا مصوّر يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علم يا قبيد يا بسيق يا خفيد يا رفيع يا معيد يا مدير يا سميع يا بصير يا هكم يا عدل يا لتف يا خبير يا حليم يا عزيم يا وفور يا شكور يا علي يا قبيد يا خفيد يا مقيم يا حسيد يا جلل يا قريم يا رقب يا مجيد يا واسع يا حكم يا وادور يا مجيد يا بعز يا شهيد يا حق يا وكير يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا محسين يا مبدي يا معين يا محين يا ممين يا حي يا قيوم يا واجيد يا مجيد يا وحيد يا حق يا صامر يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخير يا أول يا أخير يا ظهير يا باتين يا ولي يا متعان يا بار يا تواب يا منتقيم يا عفو يا رقب يا مالك الملücke يا يا جلزلال والإكرام يا ملك الملك يا يا جلزلال والإكرام يا جميع يا غني يا مكمي يا مني يا ضام يا نفي يا نور يا حديد يا بديح يا بقي يا ورث يا رسيح يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله dari mulut polosnya ini disebutkan sifat-sifat Allah apa yang bisa kita sombongkan kita hanya sebagai salah satu yang diciptakan oleh Allah masih mau sombong masih mau menantang Allah ukuran dunia saja di tata surya hanya kecil dan kita tinggal di dalamnya tapi kadang karena kesombongan kita merasa sudah hebat sudah kuat bahkan kadang sampai menantang Allah Allah terima kasih ya terima kasih ya kita kembali sesat lagi tetap di Hafiz Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih